طيب برضو من اللي بيشاهدونا في أمهات مطلقات عادة بيستخدموا كلمة سنجل ماذر يعني أم عم بتصارع في الحياة في الظروف لوحدها يعني لوحدها عم بترب الأولاد عم تهتم عن أو في ممكن بنفس الوقت تكون أرملة مطلقة أو أرملة شو الرسالة يعني معظمهم بيحسوا الشيلة تقيلة الشيلة تقيلة وبتحني ظهرهم ومتعبة لكن عايزة أقول لها دونات بيستك ما توقفيش حبيثة اللحظة بكرة حلو بعد كم سنة حلو في أمل أن كل التعب أنت بتتعبين النهاردة لوحدك وشايف اللي حواليك يمكن اتنينات اتنينات وانت لوحدك ما تفشليش لأنه الحلو جاي كل تعبك مع عيالك كل تضحيتك كل مسمحتك كل غفرانك كل لما جعتي وخدتي من نبؤك علشان تأكلي ابنك أولا الله شايف والحاجة الحلوة أنه ابنك هيفهم ويحس يمكن مش النهاردة لكن هيقوم ابنك ويطوبك في المستعبل فما تبشلش تكمل